عوامل محلية ساهمت كثيرة يعني من هاي ظاهرة مثلا كالفقر والبطالة جوزا نخليهم بخانة مشاكل الفقر هذه الحالة وانت قبل قلت في الايام السابقة مرينا باكثر من هاي الامور ما وصلنا لهاي مواصل اذن اذن شو سببها برأيك يعني الفقر ما اعتقد يخلي الانسان بلا ضمير ما اعتقد البطالة صحيح انه قلت وفرة فرص العمل لكن هذا مو مبرر يخلي الشخص يبيع ابنه او بنته للناس لكن اعتقد انه هي امان الجاني انه هو مرح يتعاقب او مرح ينكمش بدليل انه ثلاث حالات بيع صارت بالرابعة يلا يقدر انه رجال الامن يوصلون لهذه العملية بالاضافة الى انه احنا دنشوف حالات التشرد اللي موجودة عدنا يعني بالترافيك لايت اطفال عمر الزهور هم دي يوقفون ودي يسولون او دي يمارسون مسح الجام او بيع الكنيسة هو نوع من انواع التسول يعني انا هذا اعتبره ما اعتبره انه هذا عمل دي يقوم به زين وين دور الجهات الرقابية لما نشوف طفل هذا ايضا يعتبر من ضمن مجال السخرة يعني الطفل بهذا العمل المفروض هو يكون بالمدرسة ما يكون بالشارع دي يشتغل فانطالب الجهات الامنية انه هؤلاء المتسولين يتم استدعاء ولياء امورهم يتم استدعاء الاب يتم استدعاء الام واخر تعهدات وفي حالة انه تكررت الحالة يتم وضعهم في دار لايواء الاطفال اتمنى انه تكون هناك دار لايواء مو بس الاطفال الاطفال والمعنفات ارجع لهذه الظاهرة ارجع لهذه الظاهرة بعد اذنك ارجع لهذه الظاهرة هذه الظاهرة الاولى الاولى وراحين احنا راح تنتشر برأيك احنا خبنا بعاتقنا بحديث بغداد هذه الحالة الاولى لازم نوقف عندها لازم ما تتكرر لازم نوعي المشاهد الكريم لازم نوعي او او نساعد القوات الامنية والجهات المسؤولة والقانونية كذلك احنا بحالة خطر هذه اول حالة ويا رب تكون من هذا المنبر اخر حالة لازم واحد يساعد الثاني اخوان وصلنا الى مرحلة بيع البشر بيع الاطفال اللي احنا لازم نوقف وقفة جد حقيقية كنا من منظمات مجتمع مدني من قوات امنية من مواطنين من اعلام من كل من يشاهدنا وصلنا الى مرحلة الخطر بيع الاطفال فلذات الاكبات تباع وصلنا الى هذه الحالة الخطر هذه اول حالة في بغداد اتمنى من الجميع التعاون ارجع ارجع شكرا